تمع أيضا المجمع المقدس برئاسة البابا تودروث الثاني وبحضور 97 عضوا بالمجمع المقدس من أباء مطارنة وأساقفها كان هذا الاجتماع بالمقر الباباوي بوادي نترون وقد اعتذر بعض الأباء الأساقف عن الحضور وفقا للقيود المفروض عليهم من الدول التي بالخارج وفقا لجائحة كورونا كان هذا الاجتماع هو أول اجتماع بعد انقضاء ما يقرب من عامين حيث كان آخر اجتماع للمجمع المقدس يونيو 2019 ثم توقف بسبب جائحة كورونا طبعا الاجتماع تناول العديد من النقطة المهمة منها أشار إلى تشجيع المدارس والحضانات التابعة لكنيس وكذلك التربية الكنيسية بكبول ذوي الاحتياجات الخاصة التي تسمح عاقتهم بالدمج المشاركة يعني وتوعية أبنائنا وبناتنا بعدم التنمر عليهم تاني حاجة كان وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة لأبناء المسجونين وتأهيل الخارجين من السجون نفسيا ومهنيا بالتعاون مع أسكوفية الخدمات وأي جهات أخرى أيضا مسندة الدولة في جهدها التنموية وخاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة ومئة مليون صحة وتشجيع أبنائنا للاستفادة منها وذلك بالتنصيق مع أسكوفية الخدمات العامة والاجتماعية الاهتمام بنشر الوعي بمسؤولية كل فرد تجاه المجتمع وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وأنها ليست ضد الإيمان مع التشجيع على تلقي اللقاحات التي توفرها الدولة أيضا الاهتمام بعمل قرنفال في المناسبات القبطية للاحتفال على المستوى الكنسي والشعبي للتقارب بين الثقافات المختلفة ولتقديم ثقافتنا القبطية إلى جوار إيماننا الأورسزوكسي اقترح عن يتم الاحتفال بهذه الكرنفالات في مصر وفي الخارج على ثلاث أصعدة من الأعياد عيد دخول المسيح أرض مصر الواحد الأول من شهر يونيو من كل عام عيد الشهداء المعاصرين اللي هو طبعا كان مرتبط بشهداء ليبيا الخامس عشر من فبراير من كل عام وأيضا نقل جبل المقطم في السابع وعشرين من نوفمبر في كل عام يؤكد المجمع المقدس على رفضه لما تفعله بعض منصات التواصل الاجتماعي التي تكون بنشر الأكاذيب والضلالات والشائعات المغرضة والتي تسبب بلبلة وتشوهها لخدمة الكنيسة وعملها وقد أصدر المجمع عدة مبادئ ملذمة لضبط الأداء والسلوك اللائج بكنيسة الله وقرر المجمع المقدس الاعتراف بدير قديس يحنس القصير للرهبان بطريق العالمين في مصر تحت إشراف نيافة الأنبة دومديوس أسكف 6 أكتوبر وأسيم وفي هذا الصدد يثني المجمع على إصدار الدليل الشامل للأداء القبطية العزوكسية والذي سوف يصدر للمرة الأولى كذلك قرر المجمع عدم جواز دفن الكهنة أو الأراخنة داخل أصوار كنيسة أو ملحقتها أو بيوت خدمية ولكن تدفن في المقابر كما ينتظر المجمع المقدس إقرار قانون الأسرة للمسيحيين المعروض حاليا على مجلس النواب المصري وأعتقد هذا القانون يهم كثيرين هذا وسوف يكون كدسة البابا وأعضاء المجمع المقدس بالاحتفال بالمناسبات التالية خلال الإسبوع القادم إذا أراد الرابع عشنا أولا وده إحنا علمنا عنه من حلقتين سابقين سيامة وتجليس سبع أصقفة من الأباء الأحباء الأحبار الذين كنا ذكرنا اسمهم على الأصوم حتى الأنبة مكاريوس أسكف عام المانيا الذي سيجلس على مدينة المانيا اليبيل الذهبي لنيحة البابا كل سادس وأشارنا إليه في الحلقة الماضية أنه سيتم هذا الاحتفال داخل أضيورة وادي نطرون دير أما بشيء تحديدا وسيرقاسه البابا تودروس ولفيف من الكهنة ورهبان الدير دون حضور شعبي أعداد الميرون المقدس للمرة الأربعين في تاريخ كنيسة وأيضا كان أستاذ فيكتور سلامة معنا الحلقة الفاتت أشار إلى أن البابا في تجهيزات لأعداد عمل الميرون المقدس للمرة الأربعين في تاريخ كنيسة أعتقد المرة الثالثة في تاريخ البابا افتتاح الموقع رسمي لكنيسة على شبكة الإنترنت وإذن نشكر الله على نعمته الفياضة نصلي من أجل أن يرفع الوباء المنتشر ويحفظ العالم وبلدنا وكنيسنا في دوام الصحة والسلام والعفية إلى هنا انتهى بيان المجمع المقدس بعد اجتماع البابا بـ 97 أب من أراخنا ومن مطارنا ومن أساقفة الكنيسة القبطية الأرزوكسية